ويمكن علشان كده جي هنا دور المشروع القومي لتطوير الصناعة وتوطين الصناعة ابدأ هو ده فكرة اللي هو توفير هذه المستلزمات والصناعات المهمة وهو ده المحور التالي اللي عايزة أقول لحضرتك عليه سنعاوز برضو سريعا علشان برضو الوقت نروح لما حدث في تنمية في شبه جزيرة سيناء لأن ده أمر برضو مهم لازم نتطرق له بما أن حضرتك تحدثت على فكرة التوطين هو حالك طبعا نعيز أقول لحضرتك حاجة من أهم القطع والغالية جدا على قلوبنا جميعا هو طبعا سيناء الحبيبة طبعا ده نقطة مهمة جدا وسيناء دائما ما كانت مطمع للآخرين يعني حالك تشوف دائما ما دخلها الوزاء الوزاء دخلوا مصر ألا من ناحية سين هي مطمع للكل وبالتالي اتجاه الدولة المصرية هي طبعا عادة التوطين وعادة التوطين لن يتأتى إلا زي ما بقول لحضرتك به الزراعة وعشان كده احنا بنشوف طبعا من أكبر محطات عادة تدوير مياه الصرف الزراعة تتعامل دلوقتي في المحسامة عشان اتعاملت طبعا عشان تبتدي تمد منطقة سيناء بمياه صالحة للزراعة طبعا فيه طبعا اجتماعات عنيدة جدا وفي بعض الأماكن في سيناء يتم عمل دراسات جدوى اقتصادية لها بصورة كبيرة جدا بيتعامل لها دراسة تربة ودراسة صلاحية لزي الأراضي تقريبا يعني يمكن هما انتهوا من حوالي 300 ألف فدان في عملية الزراعة وان شاء الله هيحصل هذا التوسع بصورة كبيرة جدا ولكن زي ما بقول لحضرتكو المنطقة دي حساسة فالشغل فيها بيكون بحساسة شوية